السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم. النهاردة يا جماعة من قناة اسرار الزراع في المشاتل. هنقدم لكم محتوى جديد. الا وهو كيفية زراعة بزور الباباوي. اول حاجة يا جماعة بيكون معنا بزور. بالشكل اللي احنا شوفناه ده كده. بيكون معنا تربة. وعدد ورقتين او تلاتة. وبيكون معنا تربة جانبية لتغطية البزور بعد عملية الزراعة. اهم حاجة جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة. وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ودي شكل البزور يا جماعة اللي احنا قلنا عليها. ازاي بنستخدمها او ازاي بنجمحها. بنجمحها من الصمار النضيجة. بنجيب حبيت وبعد كده بيتم فتحها. وبنستخدم البزور الداخلية اللي بالشكل ده. وبيكون معنا تربة بالشكل ده كده. وبيكون معنا قصيص فخار. بيتم وضع الطربة. طربة خفيفة. عملية غرز او عملية زراعة بزور الباباي. وبيكون معنا دي الاشياء يا جماعة اللي احنا بنستخدمها في زراعة بزور الباباي. بعد كده يا جماعة معنا الطربة بالشكل ده كده. بيكون طربة خفيفة زي ما قلنا. وبنبدأ نوزحها في القصيص زي ما احنا قلنا كده. ويعتبر من افضل فصول السنة في زراعة بزور الباباي هي فصل الخريف. وبعد كده يا جماعة بيتم وضع البزور بالشكل اللي احنا شايفونا ده كده. بوسيطة ملعقة. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة خطوة خطوة في زراعة البزور ديت. ومن اهم غرز زراعة بزور الباباي. اه هو فصل الخريف يا جماعة زي ما احنا قلنا. لان بيكون الجو مناسب من حيث درجة الحرارة. وتزرع هذه الشجرة احيانا بين اشجار الموز والنرجلين. والشجرة المؤنسة هي التي تسمر ويكون عنقادها قصيرة. وبعد حوالي ستة اشهر من عمر هذا الشجرة بتبدأ في اه بتبدأ بقى في اخراج الزهرة بتاعتها لعملية الطرح. وبيتم قطف الصمار عندما تبدأ بالاسفرار او عندما تنضج. ويصل عمر شجرة الباباي الى حوالي سبع او تمن سنوات. ده يا جماعة معنا كمان قصيص اخر. بيتم في عملية الزراعة. وبيبدأ نسر البزور زي ما احنا شايفين كده. بيتم توزحها يا جماعة بالشكل اللي احنا شايفونه ده كده. وشجرة الباباي ده برضو يا جماعة مفيدة جدا للجهاز الهضمي. اه برضو مفيدة جدا لتحسين نسبة السكر في الدم. ونسبة اه او انخفاض او ارتفاع نسبة الطغط في الدم برضو يا جماعة. هي مفيدة جدا على فكرة. وده يا جماعة شكل البزور بعد عملية ناثر البزورة هي بتبقى بالشكل ده كده. اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده. وبعد كده بيتم تغطية البزور بطبقة خفيفة من التربة الجانبية اللي احنا قلنا عليها تربة خفيفة برضو. بيتم وضعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هم حاجة يا جماعة نتابع الخطوات بضقة. واحدة واحدة علشان نقدر آآ نحافظ على عملية امبات هذا البزور. وده القصص التاني يا جماعة. بيتم تغطيته بالشكل ده كده. ولو برضو احيانا يا جماعة هذا السمار او هذا الشجرة من الفواكه. وهي من الشجرة يعني سهلة الاكسار جدا على فكرة. وبعد انبات البزور. بيتم آآ نقلها من قصيص الى اخر. وبعد كده يا جماعة بيتم وضع ورق زي ما احنا شفنا كده. ده اهم خطوة في عملية الرأي. دي ليه بنحط الورق ده بيتم وضع الورق ده ليه على وش التربة علشان نحافظ على التربة وما تفحرش معانا. علشان المية دي لما بتنزل بشكل سريع بتعمل فحر وكده البزور ممكن تبوز مننا. زي ما احنا كده شايفين يا جماعة. ده عملية الرأي. طريقة سهلة وبسيطة. يعني الفيديو بصراحة شرح نفسه من غير اي كلام. آآ طريقة سهلة جدا جدا جدا. هنبدأ نروي القصيص التاني. بيتم آآ برضو نقل الورق دوت على وش القصيص التاني زي ما احنا شايفين كده. دي ورقة بنحطها او بنطيب موضعها. المعرفة بس ان احنا ايه بدأنا في القصيص التاني. ده القصيص الاولاني خلص وده القصيص التاني يا جماعة. ومن الفوائد العلاجية للبوباي ايضا هي ازالت مرض الصفراق وعلاجة بعض حالات الامراض العصبية وفتح الشهية. وزي ما قلنا برضو يا جماعة تحسين نسبة السكر في الدم. وبيكون بقى معانا بالشكل ده يا جماعة بعد مرور ستة اشهر. وزي ما احنا شايفين تحت كده شوية دي السمارة هيت. او الظهور المنفتحة لعملية التزهير والانبات. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. ده طبعا عندنا عود في المشتل بس احنا حبينا نورهه لكم معانا ازاي بقى بعد اه حوالي ستة شهور. ده كان عود قديم عندنا. ولو فوائد عديدة كتيرة جدا يا جماعة وبصراحة احنا بننصح الناس كلها اه باقتناء هذا النبات في المنزل او في المشتل او في الحديقة. هو من النباتات الجميلة جدا يا جماعة. وبيتعمل كمشروب برضو عن طريق العصير وكده برضو. بيتعمل العصير بيبقى شكله حلو وطعمه حلو جدا جدا جدا.